هجمات لا تتوقف على آخر المعاقل الحصينة للميليشيا الانقلابية في شرق تعز هنا يواصل جيش الوطني عملياته العسكرية لملاحقة العناصر المتحصنة فيما تبقى من مشاءات القصر الجمهوري وبعض المباني في معسكر التشريفات على مدى أيام تمكن الجيش من السيطرة على الجزء الأكبر من هذه الجبهة وكانت معارك الساعة الأخيرة عنيفة سقط خلالها عشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية في وقت أكد فيه الجيش أن ما يدور يأتي في إطار خطاته لتطهير الجزء الشرقي للقصر الجمهوري من الخلايا المتبقية من الميليشيا الانقلابية وفي ظل هذه الوتيرة من المواجهات العنيفة واصل الجيش الوطني مهمته في تمشيط عدد من الأنفاق التي تربط القصر الجمهوري بمعسكر التشريفات فيما تبقى السيطرة على مشاءات القصر كاملة مسألة وقت لا أكثر وخلال الساعة الماضية أيضا شهدت هذه الجبهة تبادلا عنيفا للقصف المدفعي بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية في وقت واصلت فيه الميليشيا قصفها للأحياء السكنية واستهداف المدنيين ما تسبب في إلحاق أضرار بالمدنيين والمساكن وقد تمكنت مدفعية الجيش الوطني من استهداف دبابة تابعة لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية متمركزة في تبة اليعشة إلى الشرق من مدينة تعز مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مواقع للميليشيا الانقلابية بالقرب من القصر الجمهوري كما استهدفت عمارة الجهيم المحاذية للأمن المركزي والتي تعد مركز قيادة ويتمركز فيها عدد من القناصة تابعين للميليشيا الحسم هدف نهائي للجيش الوطني في هذه الجبهة في مواجهة استمادت لم تعد لها ما يساندها من إمكانيات أو مدد